بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي إن شاء الله راح نتكلم عن هذا الدرس عن تقسيم عديدات البيبي تيد طبعا عديدات البيبي تيد تكلمنا عنها مسبقا تكلمنا عن البروتينات والبيبي تيدات طريقة تخليق البروتين في الدرس السابقة والبروتينات تتكون من الخلية تتكون في الخلية بواسطة روابط تساهمية تسمى روابط ببيبي تيدية وعند الاتحاد حمضين أمينيين يفقد الهيدروجين مجموعة من الأشياء مثل الهيدروكسيل وتكلمنا عن أشياء كثيرة في الدروس السابقة تقدرون ترجعون لها في دروس البروتينات والبيبي تيدات أيضا لو بنقسم عديدات البيبي تيد سنقسمها إلى قسمين سلسلة أول قسم سلسلة بها أقل من 20 حمض أميني تقريبا والسلسلة الثانية بها أكثر من 20 حمض أميني تقريبا طبعا ألاف من الأنواع المختلفة من البروتينيات توجد داخل خلايا الكائن الحي وكل بروتين من هذه البروتينيات لها تركيب وظيفية محددة خاصة به وهذه الخصوصية للبروتين من ناحية التركيب الوظيفية تنتج أولا سلسلة الأحمض الأمينية للبروتينيات المخلقة في الخلايا تبدأ ثانيا تبدأ بأنها تنثني أو تلتف على بعضها وتسمى حلزون حلزون البيبي تيد وأيضا في بعض الحالات التفاف هذه البروتينيات الأحمض البروتينية تتكون منها روابط هيدروجينية تتكون بين مناطق السلسلة البيبي تي دي الأولى والبيبي تي دي الثانية طبعا تركيب يحصل تراكيب كثيرة جدا بالرغم من أنها تركيب الثاني للبروتين يحتوي على ثلاثة أشكال اللي ذكرناهم في الأمور السابقة ما أقلبهم تأتي يقومون بتحويل المواد إلى ثلاثية الأبعاد لتركيب البروتين الناتجة من ضغط يسمى التركيب الثالث وهذا ينتج عنه مختلف الروابط الكيميائية مثل الران والأحماض الأمينية الثانية وأتمنى أنكم استفدتوا من هذا الدرس كان معكم الباعث خالد بن سعود الحليبي وإن شاء الله راح نتكلم في الدرس السابقة في هذا الموضوع بشكل أكثر يعني ترجمة نانسي قنقر